بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلا نزال مع القاضي عياض رحمه الله تعالى ومع كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن مع الفصل العاشر من الباب الأول فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده وما خصه الله تعالى به من ذلك سوى من تضم فيما ذكرناه قبل الأبواب التي أو الفصول التي ذكرها القاضي عياض قبل هذا الفصل كلها جاءت في بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وكان القاضي عياض رحمه الله تعالى يتنقل بنا في رياض القرآن الكريم وحديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان فضائله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وما حباه الله تعالى به من المكارم ومن الشرف العظيم وذلك الاختيار والاستفاء والاشتباء من الحق سبحانه وتعالى وما ترتب عليه من تلك الكمالات الإنسانية التي كمل الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الفصل يحدثنا أو افتتح القاضي عياض الكلام في هذا الفصل بقول الله سبحانه وتعالى أو بالإشارة إلى رحلة الإسراء والمعراج في قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هذه الآية من سورة الإسراء وهي مطلع سورة الإسراء جاءت فيها الإشارة إلى تلك الرحلة المباركة التي هي من مظاهر التشريف والتكريم للحق سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام عندما أسري به إلى بيت المقدس ثم أشار إلى سورة النجم وما جاء فيها من أخبار المعراج فقال من ذلك ما نصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحانه والنجم ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب ولا شك أن رحلة الإسراء والمعراج كانت من أعظم مظاهر الامتنان الإلهي وكان فيها من الخير والفضل والعطاء العميم من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنها جاءت عقب امتحانات وابتلاءات وشدة تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى فأكرمه الله تعالى بتلك الكرامة ورفعه تلك المنزلة العظيمة ليخفف عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجده من شدة وضيق بعد أن أوصدت دونه الكثير من الأبواب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأعرض عنه الناس وأعرضوا عن دعوته وسعوا سعيا حثيثا ليلحقوا به عليه الصلاة والسلام سموفا من الأذى والتضييق فكانت رحمة رب العالمين بنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام فنال هذا الشرف العظيم ونزلت الآية الأولى في سورة الإسراء وهي سورة جاءت تتحدث عن قصص بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام في أكثرها ولذلك سميت بسورة بني إسرائيل وسميت بسورة الإسراء لأن خبر الإسراء جاء في أول آية من آيات هذه السورة الكريمة فلشرف هذا الأمر ولعظم هذه المكرمة من الله سبحانه وتعالى سميت هذه السورة كلها بهذا الإسم ومطلع هذه الآية ومطلع هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده وسبحان من التسبيح أي ننزه الله تعالى ونعظمه ونجله سبحانه وتعالى وهنا التسبيح جاء ويراد به أمرين أولا معنى أن المؤمن يتعجب من فضل الله تعالى أي عجب المؤمن من فضل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام والمعنى الثاني كذلك تنزيه الله تعالى وتنزيه سبحانه وتعالى مما كان ينسبه إليه المشركون من الزوجة والولد والشريك سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده فجاء وصف النبي عليه الصلاة والسلام هنا بوصف العبودية وذكر أهل العلم أن كل موقف تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصف فيه عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية ومن مواقف التشريف هنا رحلة الإسراء ورحلة المعراج التي عقبت رحلة الإسراء فناسب أن يخاطب بلفظ العبودية لأن العبودية هي أشرف المنازل وأرفع المقامات فناسب أن يوصف بها عليه الصلاة والسلام في أشرف منازل الكرامة وأعلى مراتب ومقامات الكرامة وهي رحلة الإسراء ثم رحلة المعراج والعبودية هي شرف يناله العبد المخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى وأعلى من نال مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبلهم كانوا يشيرون لأنفسهم بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى وأن شرفهم إنما هو في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى فسيدنا عيسى عليه السلام أول ما نطق به وهو رضيع في حجر أمه عندما اتهمت السيدة العذراء البتول السيدة مريم عليه السلام بما اتهمت به من قومها أنتقه الله سبحانه وتعالى فكان أول ما نطق به قال إني عبد الله هذا أول وصف وصف به نفسه وكان في ذلك تنزيه لأمه وإثبات لطهرها ونقائها وعفتها وتبرئة لها عما طعنت به أو وصفت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعندما خاطب ربنا سبحانه وتعالى كذلك سيدنا موسى عليه السلام عندما خرج للقاء ربه أو خرج يطلب نارا قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فصارت ثمرة الإيمان وثمرة التوحيد أن يكون العبد عبدا لربه سبحانه وتعالى فمن آمن بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد أيقن وسلم بأنه عبد له سبحانه وتعالى في كل ما يفعل وفي كل ما يذر وذكر ربنا سبحانه وتعالى كذلك أن رحلة الأسراء كانت من الليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا والمسير ليلا يسمى سراء فأسرى تشير إلى أن الرحلة كانت ليلا ولكن جاء ذكر الليل هنا كما ذكر بعض علماء التفسير إشارة إلى أن هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج إنما استهلكت جزءا من الليل ولم تستهلك الليل كله وذهب بعض أهل العلم أنها جاءت للتأكيد لتأكيد هذا المعنى أي أن هذه الرحلة كانت من الليل وقد جاء مثل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كما في سورة الدخان كذلك جاء ذكر الليل مع ذكر الإسراء في سورة الحجر في قول الله سبحانه وتعالى فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وكذلك من مثل هذا جاء التأكيد في قول الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين فجاءت الإشارة إلى الاثنين مع أن التثنية تدل على الاثنين في قوله سبحانه وتعالى إلهين كذلك في تتمة الآية الكريمة من سورة النحل إنما هو إله واحد فكأن الآية هنا أرادت أن تؤكد على أن المعنى المراد إثبات هنا ليس وجود الإله إنما هو وحدنيته سبحانه وتعالى كذلك يقول القاضي عياض ومن ذلك عصمته من الناس أي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى والله يعصمك من الناس وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك له حراس قبل نزول هذه الآية الكريمة كان له حراس من أصحابه يحرسونه خشية من أن يغتاله بعض المشركين أو يتعرض له بالأذى عليه الصلاة والسلام فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فلما نزلت هذه الآية الكريمة من سورة المائدة وكان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في خباء له أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من الخباء وأمر حراسه بأن ينصرفوا وقال لقد عصمني الله سبحانه وتعالى فلم يكن بحاجة إلى أن يحرسه أحد من البشر فهو محروس بحراسة الله سبحانه وتعالى معصوم بعصمة الله سبحانه وتعالى له ومفهوم العصمة هنا ومعنى أن الله تعالى عصمه من الناس ليس المقصود منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصله شيء من أذى الناس بل النبي عليه الصلاة والسلام وصره الكثير من أذى الناس في نفسه عليه الصلاة والسلام وفي ماله وفي أهله وفي عرضه عليه الصلاة والسلام في مكة قبل نزول هذه الآيات الكريمة وكذلك في المدينة المنورة من المنافقين الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وكانوا يتربصون برسول الله الدوائر ويبحثون عن أي سبب من الأسباب التي يتوصلون من خلالها إلى إلحاق الأذى والضرر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأصحابه فالمقصود بالعصمة من الناس أنهم لا يصلون إليك بقتل أي أن الله تعالى عصم دمك من أن يصل إليك أحد بالقتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال نزلت تتحدث عما كانت تدبر وكانت تخطط له قريش قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يهاجر أصحابه إلى يثرب فخرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه أمر أصحابه بالهجرة فجعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون إلى يثرب زرافات ووحدانة جماعات وأفراد متفرقين الواحد والآخر والمجموعة والأخرى حتى لم يبقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة إلا من كان مستضعفا وكان ممنوعا من الخروج وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يأذن له في الخروج إلى يثرب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالانتظار وكان عليه الصلاة والسلام يعده ليكون صاحبا له في هذه الرحلة في رحلة الهجرة وكذلك كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حبسه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ليقوم بدور عظيم ويفدي نفسه يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بروحه ونفسه ودمه ويقوم على الأمانات التي كانت للناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردها إلى أصحابها ثم يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت لهم قوة وصارت لهم منع في يثرب وأن الكثير من الأوس والخزرج دخلوا في الإسلام وصارت يثرب والتي بعد ذلك صارت المدينة المنورة تنورت بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها والتي لا تسمى يثرب الآن إلا على سبيل الحكاية والرواية في سرد الأخبار وإلا فإنها المدينة المنورة هي المدينة وهي طيبة وهي طابة التي طابت بهجرة رسول الله إليها وتنورت بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فلما علمت قريش بذلك خشيت أن تقوى شوكة المسلمين في المدينة المنورة ثم يرجع إلى مكة فيبسط فيها هذا الدين وتكون لهم قوة ومنع بعد ذلك فاجتمع كفار قريش في الليلة أو في النهار الذي سبق الليلة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر فيها بالخروج اجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي التي كانت قريش لا تأخذ موقفا ولا تتخذ قرارا إلا في تلك الدار اجتمع كبراء كفار قريش يتشاورون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلما اجتمعوا جاء إبليس كما جاء في كتب السيرة على هيئة رجل من نجد على هيئة رجل من نجد ووقف عند الباب فسألوه فقال أنا رجل من نجد وقد سمعت بخبر اجتماعكم وأردتوا أن أحضر لعلني أن أفيدكم بشيء من الرأي فأذنوا له بالحضور معهم وإنما ذكر أنه من نجد وتشكل على هيئة رجل نجدي لأن قريشا قالوا لا نريد أحدا من تهامه أن يحضر هذا الاجتماع لأن قلوب تهامة تميل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدخل الشيطان على هيئة النجدي وجعل يسمع كلامهم وما يريدون فعله فقام بعضهم قال نحبسه أي نحبس النبي عليه الصلاة والسلام نقيده ونحبسه حتى يقضي أو حتى يموت كما مات من سبقه من الشعراء وذكروا النابغة وذكروا زهيرا وهكذا فقام إبليس وقال هذا ليس برأي لكم فإنه إذا سمع أصحاب محمد بذلك فإنهم لن يتركوه حتى يخرجوه من محبسه وتنتشر دعوته وقام آخرون وقالوا نخرجوه من أرضنا فليذهب حيث شاء فنستريح من شأنه ونشتغل بأنفسنا ونصلح ما في زعمهم ما يزعمونه مما أفسده حاشاه عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يرى أن هذا الرأي رأي حسن وقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام إذا خرج للناس فإنه ذا منطق جميل وذا حجة قوية فسيؤمن به الناس وينتشر دينه ثم سيرجع إلى مكة ليفتحها ولتكون تحت سلطانه ثم قام أبو جهل عليه من الله تعالى ما يستحق فرعون هذه الأمة وارتأى رأيا رضيه الجميع ورضيه إبليس وهو على منهج وفكر إبليس في تصوراته وفي تصرفاته وفي مواقفه قال نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش نأخذ شابا جلدا قويا ونعطيه سيفا حادا ويجتمعون عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خرج من بيته من الليل ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في القبائل في زعمه فتعجز بن عبد مناف على أن يسألوا دمه أو يطلبوا القصاص لأن دمه تفرق في القبائل فيطلبون الدية فنعطيهم الدية وينتهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا زعم هذا الخبيث ووافقه وعليه من هو أخبث منه وهو إبليس واختير من شباب قريش من مشركيهم وكفارهم جمع من الشباب واجتمعوا أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام جاء الخبر من السماء وأخبر سيدنا جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام ما خططت ودبرت له قريش ففي تلك الليلة أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أمره أن ينام على فراشه وطمأنه قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي نم على فراشه وتسجى ببردي الحضرمي الأخضر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتغطى به وقال له عليه الصلاة والسلام إنه لن يخلص إليك من أذاهم شيء وأراد النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ذلك أن يوهمهم أنه في بيته وأنه لم يخرج ثم خرج عليه الصلاة والسلام وهم بين يديه وأعمى الله تعالى أبصارهم كما عميت بصائرهم وتلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخرج أمامهم تلى مطلع سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم إلى آخر الآيات الكريمات ثم أخذ عليه الصلاة والسلام حثيات من التراب وجعل يضع التراب على رؤوسهم ليهينهم وليذلهم بذلك وليعرفوا قدرهم وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا أبي بكر وكانت رحلة الهجرة ونزل قول الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَيْ لِيَحْبِسُوكَ أَوْ لِيُثِقُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ هَذِهِ الْأَرَاءِ الثلاثِ التي تم تداولها في ذلك الاجتماع قال تعالى وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ثم جاءت الآيات الكريمات من سورة التوبة وهي التي سيذكرها القاضي عياض بعد هذه الآية وهي قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم في هذه الآيات الكريمات من سورة التوبة وصف لبعض أخبار تلك الرحلة المباركة رحلة الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سيكون لنا إن شاء الله تعالى لقاء إن أحيان الله سبحانه وتعالى قادم لنتحدث عن دلالات هذه الآيات الكريمات وهي قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله نسأل الله تعالى أن نكون من المنصورين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه الجميل وأين أن يكون معنا حيثما كنا وفي كل شأن من شؤوننا وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين